منورنا دكتور راجي المقدم مؤسس أوركسترا الأنامل الصغيرة وقائد الأوركسترا حكييني حدوثة أولاً إحنا سعادة أن إحنا مع حضرك ناجم كبير في الإعلام المصر أنا واحد بحب الأطفال بحب تدريس الأطفال أول ما بحق من أنا خريج كلية تربية نوعية جامعة بورصعيد فإحنا في كلية تربية لازم ندرس بننزل تربية عملي في سنة ثالثة كلية ورابعة كلية فأنا قلت بقى إيه أنا كنت يعني شاطر شوية كده فكنت حابب حابب التدريس فأولت لأ أنا أخش إيه كل زميلي هربوا من سنة أولاً ابتدائي فأولت لأ أنا أخش أولاً ابتدائي أنا التارجد بتاعي أولاً ابتدائي أنا هاجرر نجامد بقى دخلت بوا أه أعضيت فأولاً منساش أول حصة تاني حصة تارت حصة ولد منسهوش شكل شبه الهنود شعره كده ناعم وأصمر كده أيهما إيده في جيبي إيده في جيبي وكده ودى لي حتة سؤال أحرجني فأولاً ابتدائي أولاً ابتدائي من ساعتها بقى أنا عملت نقطة ومن أول السطر أنا كنت بعرض بنعمل قصة مصورة وبعرض صور فيها القصة يعني ذات الردال الأحمر والتعلب فالمفروض في آخر القصة أن جدة البنت ضربت التعلب بالمقاشة وبتاع ووقع في البير أنا ما رسمتش ووقع في البير فالولد راح أيملي سمعني أول مرة لما جيت عادي القصة تاني قال لي أستاذ فين البير طبعاً أنا قلت أنا جامل تقولي البير في آخر الغابة أرسم الغابة كلها عشان نحط البير ووقع تفعش أنا عديت لا ماسكفتش ما عجبتوش الكلام قال لي لا لا ترسمش الغابة ويرسمه ما هو بيقع في البير فهو مركز هو مش عاوز يسمع حدوده خلاص لا الفكرة أنت بتتعامل مع الطفل خاصة أنه في حكم أن إحنا تربويين فأول احتكاك بالأطفال وإنت في سنة ثالثة وسنة رابعة بتخش بقى أنت إعداده سنة بقى فالمهم بقى أنت في سنة ثالثة فاحتكاكت أنا بقى اتعاملت مع الأطفال على خلفية تانى لما أنا كنت طفل فطبعاً تقع فرق شاسع في الأليال آه والجرء أن يقوم ويقول رأيه بكل ثقة فساعتها بقى أنا قلت إيه أطفال دي راحت فين أنا كنت مركز مع الشباب بقى أصحاب لفت نظري فقلت من بعدها بقى أطفال دي في حاجة وبصيت بقى في الحاجة الجميلة موجود في كوريا عندهم حتة الاهتمام بموسيقى الطفل موسيقى الطفل بالتحديد آه النجوم كوريا اللي بيغنيوا الوقت حالياً أنا شفتهم هم لسه أطفال آه النجوم دي تمتبعهم إنو هم لسه آه النجوم دي حالياً بالنسبة بقى البنتي وبتاع دوله النجوم بتاعها آه طبعاً طبعاً دول الجيل بتاعها فأنا فجئت بدول اهتمام فضيع فضيع بالعسف الأطفال وتبص على أن تتلافش كتير فأجاب بص عندنا ماشي إحنا بنعزف كويس طب الناس فقلت لأ أنا بقى إيه طرجة بتاعي يحصل عندنا هنا زي ما بيحصل برة وأحسن ما هو أكيد يعني حاول تكسير العارفين زي ما بتاعي الموسيقى الكوري غازت العالم مالت الدنيا فهو واضح إن هم كانوا عندهم اهتمام حقيقي طب إحنا هنكمل درداشة بس أنا محتاج الأول أسمع نشوف هتخلي الأوركسترا يغنوننا أو يلعبوننا إيه وهنرجع نكمل الكلام عشان عايزة أقعد أتكلم معاك على حكاية ابتدائي دي لأنها مهمة جدا جدا